اشتركوا في القناة هذه الزيارة قد أسست ورسخت لكثير من الاتفاقيات التي تم توقعها بين الجانبين طبعا كيف تصف لنا هذه العلاقة؟ شكرا على الاستضافة أنا حقيقة تابعت بفخر واعتزال زيارة ولي الهد الأمير محمد بن سلمان حفظ الله لمملكة البحرين الشقيقة شاهدت كغيري حقاوة الاستقبال من قبل ملك البحرين وملك حمد بن عيسى وولي الأحتنامير سلمان بن حمد حفظهم الله وهو ما يعكس العلاقات التاريخية بين البلدين والشهدين الشقيقين أنا شخصيا أنظر إلى أن ما يربط بين البلدين أكبر بكثير من اتفاقيات والرقعات لأن العلاقات التاريخية مبنية على الثقة مبنية على الوفاء بالعهود والموافق طبعا هذه العلاقات لا تتأثر بموافق سياسية أو مكاسب اقتصادية أو أحداث عادرة ولا شك أنه ما تم الاتباق عليه في العاصمة البحرينية المنامة اليوم يؤسس لمرحلة جديدة اقتصاديا وسياسيا وعميا وعسكينيا خاصة أنها تتأتي وصف ظروف صعبة والحمد لله هناك توافق كبير بين البلدين في كثير من الملفتات الشائكة سواء في اليمن في سوريا في العراق في لبنان في السودان في ريبيا وهذا هو ديدا الحمد لله العلاقات بين البلدين